توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية تموينية بمضبطات قرابة 218 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 43 طن سلع غذائية وتم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط أكثر من 31 طن دقيق وسكر مدعم أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط أكثر من 114 طن إسمنت وحدي التسليح وفيما تعلق بقضايا المخابز تم ضبط 497 قضية من بينها 41 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات